دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان قد يعني تفقد عدد من المشروعات الجارية تنفذها في العاصمة الإدارية والحقيقة أظن العاصمة الإدارية هتكون مفاجأة بالنسبة لنا جميعاً بالنسبة لمن آمن بها ومن لم يؤمن بها أيضاً يعني في ناس كتيرة كانت مختلفة بتقولك طب نحط الفلوس هنا ليه؟ ما أغن نحط الفلوس في أشياء أخرى والحقيقة أن فيه استثمارات مهمة في العاصمة الإدارية وفيه استثمارات مهمة أيضاً في الريف يعني مع فتح مشروع الريف اللي بيتكلم على نص تريليون جنيه ما حدش يقدر يقولوا إحنا ليه بنحط الفلوس في العاصمة الإدارية صحيح ممكن نختلف في الأولويات ولكن اللي حنشوفه يعني بين اللي احنا بنشوف كده صور ومبدئية من العاصمة الإدارية سواء نقل الحي الحكومي سواء نقل السفرات سواء نقل البرلمان كل ده مهم جداً هيغير شكل البلد هيفرغ وسط البلد المزدحم جداً فيه القاهرة ويعمل مدينة جديدة تستطيع أن احنا يعني مدينة ذكية مدينة متحضرة مخططة بشكل جيد وعلى الجانب الآخر وده مهم جداً عندنا اقتحام الريف اقتحام الريف اقتحام القرى اقتحام النجوع احنا بنصلح ريف مصر اللي بيسكن بيقتن فيه 58% من المواطنين